مرة أخرى بدنا تحتل المرتبة الأولى وطنياً في إنتاج التفاح بما يقارب المليون ونصف المليون قنطار بفضل توسيع المساحات المخصصة لذلك وكذا زيادة الأنواع التي قاربت العشرين نوعاً هنا مجموعة من الإفاريتي عندنا الـ Golden، عندنا ستار كريمسون، عندنا جراني سميث، عندنا الرواية الجالاكسي وفيها حتى أنواع من الإجاز، الإنتاج راح كإنتاج وافير والإنتاج هذا كل عام راح في تزايد والنوعية رأي نوعية في منطقة الأوراس رأي نوعية جيدة بالنسبة للتخزين تحكم حتى العام لقو ما كانش أحسن من ذوق تفاح الأوراسي مدينة إشمول جنوبي الولاية التي تنتج أكبر الحصص بإمكانها مضاعفة الإنتاج لو توفرت بعض الشروط وفي مقدمتها مناقب للمياه منطقة معروفة بالجودة العالية في نوعية تفاح وهي فيها عدة من نوعية تعتفاح ورأي تنتج ما شاء الله كل خير كان فيها الحمد لله وإنما المواطن رأي يعاني شوية من ناحية المسائل كنتها الفلاحة ما كانش ومن ناحية الكهربال الفلاحية رأي نقصة عندنا بزاف ومن ناحية المياهة عندنا فرط فوراج وحتى 30 أو 40 ألف شجرة رأي ما تكفيش نحن دائما نتجد عناره رقم واحد من الطبيعة وإنما عندنا الجفاف نحن نطلب من السلطات العليا يعانون يزيدون فوراج يعني حاليا أنا في أكثر من 2300 رخصة هذه السنة يعني كان المنتوج منتوج فلاحي سواء السنة الماضية وهذا السنة يعني كان حسب الإحصائيات مدرية الفلاحة يعني كان منتوج خاصة يعني في شعبة التفاح كان منتوج يعني باهر باتنا القطب المعول عليه لتلبية السوق الوطني من فاكهة التفاح ذو الجودة العالية والتنافسية العالمية اشتركوا في القناة